السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ماتت أسمهان مقتولة؟ ولماذا استقبل فريد الأطرش خبر وفايتها بطريقة غريبة وعجيبة؟ وتعرف على عدد زيجاتها الخمسة ووصف الصحفي محمد التبعي بأنها ليست جميلة وفمها أوسع مما يجب قيل عن أسمهان أنها كانت شخصية عجيبة متقلبة ومصرفة واندفع إلى أقصى درجة تأكل يوما وتمتنع عن الطعام أياما تلعب البوكر وتشرب حتى السمالة وتدخن حتى الصباح وقال عنها الكاتب الصحفي محمد التبعي وفقا لما رواه هو في كتاب عنها يحمل عنوان أسمهان تروي قصتها وبحسب الكتاب ولدت أسمهان في 25 نوفمبر عام 1912 وتوفيت في 14 يوليو عام 1944 قبل أن تكمل عامها الثاني والثلاسين يكشف التبعي أنه بدأ في كتابة قصتها عام 1949 وقال عنها أنها تستطيع أن تشرب بطريقة لم يراها في امرأة سواها حتى أنه قال أنها لا تستطيع أن ترى الكأس فارغا وعندما كان الكأس لا يكاد أن يظهر أمامها حتى تحتسيه وتفرغه إلى آخر قطرة أما صوتها ففيه حزن يستعصي على الوصف قبل اللقاء الأول والحديث الذي دار بينهما كانت تبعي قد رآها وسمع صوتها ما بين عامي 1929 و 1930 وهي تغني في صالة ماري منصور بشارع عماد الدين وجاء انطباعه الأول كالتالي شيء صغير نحي المسكين يبعث الرحمة في الصدور وذلك قبل أن تتزوج ابن عمها حسن الأطرش وتعود إلى جبل البروز وتنقطع أخبارها عن الصحافة وبعد طلاقها بدأت تستأنف نشاطها الفني وشاهدها في مكتب محمد عبدالوهاب شهادة التبعي في جمال أسمهان قد تصدم كثيرين فهو لا يراها جميلة بمقاييس الجمال وفي هذه النقطة يقول كانت جذابة فيها أنوسة لكنها لم تكن جميلة بحكم مقاييس الجمال وجهها المستطيل وأنفها الذي كان مرهفا أكثر بقليل مما يجب وطويلا أكثر بقليل مما يجب وفمها كان أوسع بقليل مما يجب وزقنها السائر أو البارز إلى الأمام أكثر بقليل مما يجب لكن عينيها عينيها كانت كل شيء في عينيها كان السر والسحر والعجب لونهما أخضر داكن مختلط بزرقة وتحميها أهداف طويلة تكاد من فرط طولها أن تشتبك وكانت أسمهان رحمها الله تعرف كيف تستعمل سحر عينيها عند اللزوم وفي اللقاء الثاني بدأ الحوار بينهما وهنا قال عنها التبعي أنها حاولت التصرف كسيدة سالون لكن بدأ الأمر مصطنعا وبه تكلف مبالغ فيه وشعر وقتها أنها تريد أن تترك أثرا طيبا في نفسه لكنها بدأت غير طبيعية الأمر الذي جعله يشعر من جديد نفس إحساسه أول مرة سمعها تغني شيء صغير يبعث الرحمة في الصدر ويستحق العطف والرساء في الموقف الذي وقفه فريد الأطرش بعد مقتل شقيقته أسمهان ما يمكن أن يلقي الضوء على رد فعل الأسرة تجاه الحادث وما يمكن أن يساعد محققا في إجراء تحقيق جديد يتناول الظروف والملابسات والمسئوليات فعندما وصل إلى فريد خبر وفاة أسمهان لم يصدق الخبر أحاله فورا إلى عالم الإشاعات ظن أن الخبر مجرد إشاعة كثيرا ما يتعرض لها الناس سواء كانوا فنانين أو غير فنانين ولأن الفنانين بالذات موضوع حديث لا ينقطع عند الناس فقد أعتبر خبر موت شقيقته إشاعة ولو من العيارة السقيل ثم أن أسمهان ليست مجرد شقيقة له بالجسد وإنما هي أيضا شقيقة بالروح ونادرا ما كان يمر يوم لا يلتقيان فيه وعندما ألح عليه من أبلغ بموت أسمهان أن يتحقق على الأقل من صحة الخبر ظل فريد على عناده وإن تزحزح قليلا عن استدعاء الإشاعة ليضيف أن الخبر قد يكون على الأرجح مجرد دعاية لفيلمه الجديد غرام وانتقام الذي كانت أسمهان تمثل دور البطولة فيه ما ظنه إشاعة لم يكن إشاعة كما لم يكن الخبر من قبيل الدعاية لغرام وانتقام وإنما كان خبر وفاة كأي خبر وفاة آخر ولو أنه فاجع ومأساوي ومفاجئ عندها استسلم فريد للصمت والوجوم والبكاء أياما لينتهي إلى وصف مقتل شقيقته بالحادث حينا وبالحادث الطبيعي حينا آخر عندما سمع فريد لأول مرة بخبر مقتل شقيقته ولم يصدق هدد بملاحقة مطلق الإشاعة وكان الأحرى به عندما تأكد من الخبر وهو أن شقيقته ماتت غرقا في طرع تصب فيها ميها النيل مع صديقة لها اسمها ماري أن يلاحق قضية موتها أمام القضاء لمعرفة ما إذا كان الحادث مدبرا مسبقا أو إنه كان مجرد قضاء وقدر وإن كان الوصف الذي أعطاه فريد للحادث اقتنع به بينه وبين نفسه فالذي يجمع عليه رواد سيرة شقيقته أنه لم يهتم بملاحقة الموضوع أمام القضاء لم يهتم بملاحقة من يتهم بالقتل العمد أو القتل الخطأ كما لم يهتم بمتابعة القضية أصلا ولكن المهم هو وصف فريد وفاة أسمهان بالطبيعية أو بالحادث الطبيعي ولماذا ابتعد عن توكيل محامل لملاحقة قضيتها أمام القضاء كثيرون يرون أن فريد أراد عن قصد إغلاق ملف الوفاء كي لا يدعى الآخرين يفتحون ملف الحياة ذلك أن في فتح ملف حياة أسمهان الصاخبة ما يسبب ضررا معنويا كبيرا لسيرتها والأسرتها على السواء فأسمهان عاشت الحياة بالعرض وبالطول وقد عاشت حياتها وفقا على الحب والخمر والصهر وتنقلت بين عشاق كثيرين كان لكل منهم رواية عن علاقة معها ومن لم يكن له من هؤلاء العشاق روايته كان له صمته المطبق ولكن الصمت الذي فجره آخرون بروايات قد يكون بعضها أو أقصرها من نسج الخيال وفي كل هذه الروايات ما يجرح قلوب الأهل الكثيرة وما يوقس تلك الأميرة النائمة في هدأة القبور في مقابر الإمام الشفعي بالقاهرة حيث سيدفن إلى جوارها فيما بعد شقيقها فريد كما أوصى ثم أن فريد لم يكن راضيا عن الاطلاع على عمل أسمهان في المخابرات والمعروف أن أسمهان تنقلت بين سلاسة أجهزة مخابرات كانت شديدة التنافس فيما بينها هي أجهزة المخابرات البريطانية والفرنسية والألمانية وكان فريد خلال عملها في هذه الأجهزة في فلسطين وسوريا ولبنان ومصر دائم الخوف والقلق عليها لا يستطيع أن يمنعها إما لأنها بلغت سن الرجد وإما لأنها متزوجة من ابن عمها الأمير حسن الأطرش صاحب القوة في بلد سوريا في تلك الفترة وعندما وصف فريد وفاتها بالطبيعية قد يكون أراد من جهة إسكاة الألسنة والأقلام المرة كما قد يكون أوحى بأن موتها كان طبيعيا استنادا إلى الأخطار التي عرضت نفسها لها وربما يكون المخابراتيون قد أغتالوها انتقاما منها لسبب أو لآخر ولا شك أن فريد استعرض في نفسه أسماء قتل كثيرين مفترضين كانت الأخبار قد رسمتهم ولا تزال ترسمهم إلى اليوم لهذا القتل منهم الملك فاروق وأمه الملك نزلي ووكيل ديوانه أحمد حسنين باشا وأم كلسوم وأحمد سالم وهؤلاء انصح أن أحدهم كان القاتل فما هي وسائل فريد لملاحقتهم في عكر دارهم وأمام المحاكم وهمزوا النفوذ الكبير في حين أنه هو مجرد شامي أو غريب ولا ننسى اتهام الكثيرين يومها للمخابرات البريطانية بتدبير حادث القتل فما حلت فريد سواء أمام القصر الملكي أو أمام الإنجليز الذين كانوا يومها في مصر في عز أيامهم كان عام 1940 عاما استثنائيا في حياة أسمهان فبالإضافة إلى نشاطها على جبهة تسجيل الأغاني والتمثيل في السينما سجل لها نشاط آخر على جبهة السياسة والسياسيين ففي مطلع عام 1940 التقت أثناء إقامتها في فندق مينهاوس بالأسكندرية بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي الذي سرعان ما تطورت علاقته معها ولكن هذه العلاقة استدمت بعلاقة عاطفية أخرى له مع الملكة نازلي والدة الملك فاروق وكانت نازلي سيدة متسلطة وغيورة في الوقت نفسه وقد تكون وراء استدعاء الأمير مصطفى سابت مدير قلم الجوازات لأسمهان إلى مكتبه بوزارة الداخلية بتاريخ 25-12 عام 1940 ليغبرها بأن تصريح إقامتها قد انتهى وأن عليها أن تغادر مصر في خلال أسبوع ويبدو أن توصيد أسمهان لبعض أصدقاءها المصريين لدى حسنين سر باشا رئيس الحكومة أسمر إلغاء أو وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية لكل ذلك يجعل القصر الملكي أو تجعل الملكة نازلي بوقه خاص في عداد القتل المفترضين أعمت الغيرة قلب نازلي فدفعتها لقتل ضرتها أو عدوتها أسمهان أما تدبير حادث القتل فأمر بسيط بالنسبة لملكة نافذة بالإضافة إلى القصر الملكي سواء بشخص نازلي أو بشخص ابنها فاروق الذي قيل أنه حاول التقرب من أسمهان وأنها صدته لسبب أو لآخر كانت عقدة أسمهان في حياتها هي شقيقها الأكبر فؤاد الأطرش الذي وقف ضدها في كل شيء وكان يحاول التكسب من وراءها عكس شقيقها فريد الذي كان يحبها ويساعدها في كل شيء سافر فؤاد الأطرش سرا إلى جبل الدروس وأقنع ابن عمه الأمير حسن الأطرش بأن له أختا جميلة اسمها أمال الأطرش تريد أن تعمل بالفن وأنه حاول منعها ولا يمكنها الرجوع إلا إذا تزوجها وعاد بها إلى الجبل وأخذ فؤاد موافقة والده مسبقا وبالفعل حضر الأمير حسن وتزوج أسمهان في يونيو عام 1933 وقدم لها مهرا 1500 جنيه من الزهب وأقيمت الأفراح سبعة أيام واشترطت أسمهان أن لا تقيم في الجبل بل تقيم في دمشق وأن لا ترتدي الحجاب وأن تزور مصر على الأقل سلاس مرات سنويا وفقت وأن جبت ابنتها الوحيدة كاميليا وفي عام 1939 تم الطلاق بين حسن الأطرش وأسمهان وعادت أسمهان سرا ولم يعرف عن طلاقها سوى صديقتها أمينة البرودي زوجة الفنان أحمد سالم أما الزواج الثاني كان عام 1940 من المخرج أحمد بدرخان مخرج في المهى الأول انتصار الشباب وتم الزواج عرفيا لعدم وجود ورقة طلاق من زوجها الأول الذي لا يعتمد على أوراق رسمية وبعد أربعين يوما طلبت أسمهان الطلاق بسبب الغيرة الزائدة من بدرخان الزواج الثالث كان رجوعها إلى زوجها الأول ابن عمها حتى تتمكن أثناء وجودها في الجبل من مساعدة جيوش الحلفاء وكان شرط موافقة ابن عمها هو زواجها الزواج الرابع عندما التقت في فندق داود بالقدس بيوسف وهبي الذي عرض عليها العودة إلى مصر للقيام ببطولة فيلم غرام وانتقام لكن الملكة نظلي أبعدتها عن مصر بسبب علاقتها بأحمد حسنين رئيس الديوان ووجد يوسف وهبي أن يزوجها أحد الأشخاص حتى تتمكن من دخول مصر وكان الزوج فايد محمد فايد ولم يدم الزواج أكثر من 25 يوما فعادت ثانية إلى القدس والتقت بأحمد سالم هناك حيث أبلغها بطلاقه لصديقتها أمينة البرودي وأخبرها أنه يحبها وتزوجها وعاد بها إلى القاهرة وأقامت في فيلا بشارع الهرم دب الخلاف بينهما ووصل الأمر إلى أن أطلق أحمد سالم الرصاص في الهواء فأصاب نفسه وأصاب الضابط محمد إبراهيم إمام الذي استدعته أسمهان لإنقاذها من تهور زوجها ونقل الإسنان إلى مستشفى القصر العيني واستأذنت أسمهان من يوسف وهبي أجاز يومين لتذهب إلى رأس البر ووضع سيارة الأستوديو تحت أمرها تسافر بها هي وصديقتها وتعود بعد يومين إلا أن أحمد سالم أصر على أن تسافر بسيارته الخاصة مع سائقه الخاص محمد فضل وقرب مدينة أجاب الدقهلية انحرفت السيارة بأسمهان وصديقتها ماري ناحية الرياح التوفيقي وسقطت في النيل بينما قفز السائق قبل السقوط ونجى السائق وتهم أحمد سالم بقتل أسمهان بتدبير الحادث مع السائق الذي ظهر عليه الصراء الشديد لكن السائق قتل فيما بعد في حادث سيارة أيضا وصار مقتل أسمهان في 14 يوليو عام 1944 وعمرها 32 عاما لغزا لم يتم حل رغم مرور هذه السنوات